كما كد عرفوه فتاقة الوحدة كد عرفها عدة الإصلاحات كي المناطق اللي ليس اللي كيتعاودو كي اللي كيتصلحو ومنها عد منطقة اللي كد تواجد حدا مسجد المار تابع لجماعات فتاة ناقب وار المفروخ هات الشريكة مناخد خدامها على الطريق شتوك كما كد شوفو راح فرط حدا هذا المسجد ودب احنا اللي كانت طلبوا منها هو تسرع الواتيرة ديال هاد الخدمة ديرشي حائط ويقع لهذا المسجد راح كتشوفو طاحت غيب مين ديالشتاو هات تربدر كده وده يعني مسجد مدد في الخاطر يهذا كانت طلبوا من الشريكة تحاول تسرع في أقرب وقت باش يصلحو هاد الحيط ديوشي حائط ديال بوطن وحائط ويقائي شو براب انتي ما كما كتشوفو الاخوان هاد الجامعة على ها معرض لانهيا في أقرب وقت ديب احنا في على ديال الخوف فاصل عال الشيطاء وكتب كتعارفوا المانتق ديال جبيل كتتعارفوا وحد تتغسا قوطط ديال امطار قوية فهذا فهذا في هذا الواقت بالضبط ويجب أن ترى الكثير من الناس الذين يصلون لها ويجب أن تضمن عدد من الدواوير يعني فيها أزياد من 12 بعد الدواوير يتمون للمسجد هذا ويجب أن يصلون لها ويجب أن ترى النهار الجمعة كيف تكون تبارك الله عمرها في الموصلين وهذه الطربة ليست طربة قوية التي تعتمد عليها ويجب أن تتعلم بها مردودة لا يتميش على الفريش أو الحجار يعني الأشغال كي أن أنا كنت يدون بناس المسؤولة في هذه القاعدة ويشوفوا بها ليجه الله في هذه المسجد يدونوا شيئا في أقرب وقت ممكن لأنها معرضة لانهيار لا نقولوا نسبياً ولكن أكثر من نسبياً يعني معرضة مؤكدة نحن مقبلين كيف ما قلتك على تساقط الأمطار إن شاء الله في هذه السنة هذا من جامعي لما شوفوا لش الحل ديلة في أقرب وقت ممكن ستنهار كلياً لا شك في هذا الشيء وإحنا عم نتقل كاملة في هذه المسؤولين إن شاء الله كان طالبوهم يجيوا ويشوفونا في هذه المسجد الأشغال عندك تشوف الأشغال دار اللي واجب ديالهم تقول الله يجيزيهم بالخيب محلوش يعني مشي حاجة ولكن نحن نزيدنا نؤكدو على هذا المسجد لأن هذا المسجد هذا المسجد هي مهمة مهمة